موسيقى 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 أساسا هذا نداء موجه الوزارة السياحة من أجل اللي بدأ في التفكير في الإعداد للمناظرة الوطنية السياحة في أفوق يعني أقصى نهاية سنة 2022 أو الأيام الأولى من 2023 للتفكير أن المغرب كان ينضم لمبادرة المناظرة الوطنية السياحة كانت الأولى هي اللي تنضمت في مراكش في 2001 في الناير 2001 بخطور ميديك دي للبلاد وهي اللي كانت أعطات خارطة الطريق أعطتنا لبرنامج هدف عشر دي المليون السياح في أفوق 2010 بعد ذلك تمت جديد الرؤية واللي ولت معروفها بالرؤية دي الـ 2020 وهذا الرؤية دي الـ 2020 كان لابد أن يتمت جديد الرؤية كذلك في بداية دي 2021 أو اللي في نهاية 2020 نحن نعرف أن الجائحة يعني عطلت كثيرا للعمل القطع السياحي للعمل للمؤسسات والجماعات الكبرى اليوم نحن نشوفه بوحد درتيع كبير أن المغرب يعني بدك يخرج من المنطقة الخطار انتهت الجائحة أو للدول دي العالم كامل يعني أقل من خمسين حالة ده اللي كتتجل كإصابات يومية جديدة أو لكمعدل أسبوعي وهذا رقم إلى ضفل عليه المسونة على التلقيح اللي وصلوا له الدول كل اللي كتشاغل مع المغرب ولا حتى المغرب كنظل أنه اليوم خاصنا بواحد النفذ جديد نخرج ما بين الأمور الكبيرة اللي اخصاد المنظارة هذه أي نموذج نقترحه وهو خداب على طيبار الدروس دي الجائحة أنه الدروس دي الجائحة كانت قاسية من ناحية الاقتصادية المغرب فقد واحد ملايير دي الدراهيم اللي قنعرفوا أن المغرب في 2019 كانت تقريبا كي يدخل من السياحة الدولية تقريبا 80 مليار دي الدرهام يلزن على هالسياحة الوطنية فتقريبا الرقم الإجمالي كيوصل 138 مليار دي الدرهام كل شي دا كش يمشى فالسؤال واللي يخص التجاوب عليها المقترحات هو كيف نجنب البلد بنموذج أكثر مغرونة اللي يعطينا أن القطاع يقدر يصمد حنا قنعرفوا بأن في 2020 كان تراجع تقريبا 80% في الحجم دي الوافيدين وفي الليالي الدرهام وكان تراجع دي ال 56% انتع المداخل دي العملة الصعبة من تقريبا 78 مليار دي الدرهام تزنى لحوالي 34 و 36 مليار دي الدرهام في 2021 يعني اللي كانت عرفت تقريبا مجموعة عنها المبادرات منها عملية مرحبا ارتفع عدد الوافيدين ولكن الميزانيات انخفضت المداخل دي القطاع السياعي من العملة الصعبة فهذا تسؤول كبير كيف أن القطاع دينا ما قدرش يسترد يعني استردنا السياعة السياح ولكن خسرناه لالاخر السؤال وهو الجانب الاجتماعي شعار الدولة الجماعية كي يطلب أنه يكون عندنا قطاع اقتصادي اللي قدر يصمد في هاد الهزات حنا كان عرفو أنه تميزت بينكلينا بأن الهاشاشا كينا في القطاع الحمد لله كانت مبادرة كبيرة دي الملك البلاد اللي دار بها إنشاء الصندوق الخاص بكورونا اللي تقريبا وصل يعني تمويل دياله تقريبا 34 مليار ديال الدرهم بمساهمات مهمة من القطاع الخاص وهذه اللي جعلت أنه الأجارة أنت القطاع السياحي يستفدون ذلك التعويض للجوزة في أنت 2000 درهم شهريا رغم أن النسبة كبيرة وفئة كبيرة من الأجارة ما يستفدوش أسئلة اللي يخص النموذج يقدر يجاوبنا لها أنه كيف لأن صندوق يعني مساعدة المؤسسات الجديد والصيانة ولا الرقمان لما يشمل جميع المؤسسات بل اكتفى المؤسسات مoundاع الإيواء السياحي فبقت وكالة الأصفار خارج اللعبة المطاعم بقت خارج اللغبة النقل السياحي خارج اللعبة وكالة كرا صيارة خارج اللعبة مؤسسات ام query تنشيط السياحي اللي كتنظم تظاهورة هي بقت خارج اللعبة فهذه واحدة من الأمور اللي كيخسنا نجاوبو عليها المسألة الأخرى هو مسألة دي الاستثمار في القطاع السياحي ما هي حصتنا ما هي الطاقة الاستيعابية اللي عندنا كيف تطورت لأنه هذا مهم بزاف وكيخسنا نشوف أن المؤسسات الدول المنافسة أنه عندها طاقة استيعابية كبرى وهذا الشي اللي كيستهل عليها العمليات مع وكالات الطيران مع شركة الطيران اللي كيبرمجوه رحالات كبيرة أحد المواضع الهامة كذلك واللي أكتر أهمية كنظم وهو كيف سنتعامل مع السياحة الداخلية الأزمات تبيلت أنه كل مرة كتكون عندنا إزمة فكنولي ونرجعوه نطالبو المواطنين أنهم نشجعوهم يجيوا ولكن العرض الفندوقي العرض دي المؤسسات الإيواء اللي هيتمشى مع متطلبات ومع مداخل وميزانية السائح المغربي هذا محور أساسي اللي غدير دنا العدد المحطات اللي كانت من مرمجها اللي تقريباً تمني أولاً تسعودياً للمحطات اللي كانت لابد تنجز ومداخلت منها غير جوج أو ثلاثة أي اللي خدامها وهذا اللي كيجعل أنه في كل موصف صيف كانت مجموعة نتاع المناطق الشاطئية كتعرف واحد الاكتداد الكبير وهذا هو اللي كيجعل أنه فئات كوبرا ما كتقدم تصافر فئات للأسف كنصيبوها كتمشي إما الواحد المؤسسة كين اللي ماشي مؤسسة اللي تقضي فيها العطلة الصيفية مؤسسة كين منهم اللي يعني كانوا كيختاروا ربما كيمشوا يقضيهم العطلة ديالهم في حجرات انتهى الدراسة فأنا كنظلم بأنه ما بالمحاول الأساسية للسياحة الداخلية اللي كانت دائما كتكون هي البرشوك اللي كتواجه الأزمة اللي كتخلي لمؤسسة ولكن يجب التعامل معها كمقوة الأساسي بتصور بنية تحتية بدعم كما كيوقعها في مجموعة تحت الدول هذه واحدة من المسائل من الفضل الرقمانها كنظلم بأنه اللي مهم كذلك وأكتر لأن اليوم تقريبا 80% العجوزة تكتدوز عبر البوابات عبر يعني المؤسسات اللي كتقترح أنه التسويق الرقمي فما هي المكانة المغرب وهذا ملف من الملفات الكوبرى أن تعرقنا إلى جانب الملف تكوين ولكن كنظلم أنه بدون رقمان القطع ربما يقدر يتعرض لأزمات أكبر وهذا يتساف الدول أخرى لأننا كان عارف كين دول اللي في 2021 استرجعت للنشاط ديالها السياعي وتقريبا كانت ضعف دي المداخل دي 2020 حين المداخل دي 2020 رغماء أنها كانت طعيفة في 2021 ولا تأقل منها وأخيرا أنه لابد يكون أنه واحدة من المحاور هو أن يكون لدى المغرب معارض ديال السياحة يعني على غير المعارض اللي كنشوفه معارض ديال باريز ولا لوندر ولا مادريد ولا مؤخرا كان المعارض ديال تل أبيب السياحة في بحر الأبيض المتوسط فهذا المغرب بالتمييز دياله لابد بالتفكير يكون عندنا موعد سنوي انتاء معارض اللي كيجو في هالميانيين من العالم كامل وكتكون فرصة باش يزوروا المغرب ويشوفوه يكون المغرب هو مقطة الوصل ما بين أوروبا وإفريقيا لابد نفكر في شي أنا كنظن هادو أمور لأساسية والشغال المناظرة كيتلب على الأقل واحد ستشهور ولا ثمان شهور ولهذا لابد لابد فرصة على الوقوف على الاختلالات الوقوف على الأمور الإيجابية كذلك لا ننسى أنك أمور إيجابية على مستوى الترويج على مستوى الاتفاقية اللي دارت مع شركة تتعطيرا وهذا مهم يخصن نوه به على مستوى حضور المغرب من خلال مثلا هذا برنامج دي المغرب أرض الأنوار هذا أمور يخصن نوه بها ولكن بالمقابل أنا كنضم إعادة عن طلاقة الحقيقية خصها لابد تكون وهذا يكون فيه الوزارة والمهنية الوطنية السياعة الفيدرالية السياعة المجالس الجيائوية السياعة المجالس الإقليمية الباحثة للخبراء المؤسسات نتعى التمويل هذا هو تقريبا المطلب الأساسي